تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية شكر وعرفان من سعادة الأساذ فائق بن سعيد الصالح وزيرة الصحة رفعت فيها أسماء آيات الشكر والتقدير والعرفان لدعم جلالة الملك المفدى للقطاع الصحي والتوجيهات السديدة والرعاية الكريمة لكافة العاملين في الصفوف الأمامية وأكدت الوزيرة أن ما حققته مملكة البحرين من أصول إلى مراكز متقدمة عالميا من خلال استعراض تجربتها المتميزة في تصدي للجائحة لم يكن له أن يتأتى لولا دعم جلالة الملك ورعايته كما قدمت وزيرة الصحة إلى مقام جلالة الملك المفدى التهانية والتبركات بالنتائج الطيبة التي حققتها الزيارة الرسمية التي قم بها معالي الدكتور تيدروس جبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في إطار الإطلاع على تجربة المتميزة لمملكة البحرين وجهورها المقدمة في التصدي لجائحة كورونا والذي تزامن مع افتتاح مكتب منظمة الصحة العالمية في المملكة ما يعد خطوة جديدة في ظل ظروف الاستثنائية لتعزيز سبل التعاون المشترك وتنسيق العلاقات الثنائية بين الجانبين ورفعت الوزير الصالح لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه الشكر والامتنان لدعم جلالته لوزارة الصحة ولأعضاء الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا بقيادة ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله حيث حققت مملكة البحرين وبشهادات دولية منجزات عديدة على صعيد تنفيذ الخطط والاستراتيجيات ومستوى الجاهزية والكفاءة وتسخير كافة الإمكانيات والموارد وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين واختتمت سعادة وزيرة الصحة برقيتها بالابتهال إلى الله بأن يحفظ ويوفق جلالة الملك المفدى في مسيرة العطاء والتحديث والنماء في مملكتنا الغالية ولصالح شعبها الوفي وصولا لتحقيق المزيد من الرفعة والازدهار والرخاء في العهد الزاهر والميمون